لا تعكس الأرقام المعلنة عن نسب الفقر والبطلة في منطقة الشرق الأوسط والشمال إفريقيا معدلاتها الحقيقية فالواقع أشد قسوة وتعاني الحكومات من تحديات اقتصادية خطيرة تحتم عليها تأمين التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في العديد من الدول سلس الشباب غير قادرين على إيجاد فرصة عمل هذا يعني أن هؤلاء هم خارج سوق العمل أي أن بلدانهم تتكبد خسائر فادحة والمشكلة تتفاقم في كثير من البلدان لا سيما تلك التي شهدت أو تشهد مرحلة انتقالية سياسية واجتماعية وتحتاج الدول العربية إلى خلق أكثر من مائة مليون فرصة عمل بحلول العام 2020 وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة النقطة الأساس في تحقيق هذا الهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أساسية لمستقبل الشرق الأوسط فعلى العالم أن يستحدث خمسمائة مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 ومن الممكن أن تؤمن هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم معظم هذه الوظائف لذلك لابد من مساعدة هذه الشركات في النمو واستحداث الوظائف وهذا يتطلب جهودا منسقة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والشركاء التجاريين وتقع على عاتق القطاع المصرفي في المنطقة مسؤولية كبيرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نمو مستمر لسوق العمل أعتقد أن المشكلة الأساسية في المنطقة لم تكن الأزمة المالية العالمية صحيح أن أسعار الغذاء ارتفعت وشهدت الدول اضطرابات اجتماعية كثيرة لكن المشكلات في هذه المنطقة تأتي من الداخل والتعافي من الأزمة يساعد لكنه لا يحل المشكلات الكبرى النظام المصرفي في المنطقة لا يقدم دعما كافيا وحقيقيا للقطاعات ويركز أكثر على إكراد الحكومات على المصارف أن تركز أكثر على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تطور سلسلة أوسع من الأنشطة وأسواق العمل تشكل مؤشرا أساسيا لمستويات النمو وتساهم في تحديد مستقبل الاقتصاد لكن المنطقة العربية تغرق في تقلبات سياسية وتوترات أمنية متجددة مما يزيد من حدة المخاطر المالية والاستثمارية ويضع عقبات أمام خطط خفض معدلة البطالة